السلام عليكم كي دائرين لباساليكم نتمنى باشكنوا فوتوا عيد زوين بزاف ونقولكم عيد مبارك الساعد تعيدوا وتعودوا ان شاء الله استمحوا لي هاد الفيديو كان قسيم نلانصيه النار ميكان دي واحد المشكلة واحد المشكلة صغيرة فلاشان ديالي مي الحمد الله تريقلت الوغاد نهار لبحنا ثلاثات الحوالة واحد دي العائلة ديالي راجلي ولدي واحد دي الحماية مع ولداته ومرته واحد دي رشيخي وعجوشتي وهذا ديالي وليس الثلاثات الحوالة ديالنا نقول لهم الله تكون صحة بدت بالشحمة ديان ملفوف اللي خسلتها من زيان بالماء والملح ومن بعد غسل العنون اللي خسلتها بالماء والملح وننشف شوية بعد ما نشفت شوية سوف نلوها ونقطعها بالمقص باش يجوني بندات طوال ونجب الكبدها نضعها في الطفل ونقطعها ونبقيها حتى لا يبقى لكبده ولا شحمة ونبدأ لكم الشحمة اللي بقية شنو غادي ندير بها وهذه الرية اللي غادي نعمرها شحمة بالماء غادي بقى نعمر ونخوي نعمر ونخوي حتى تصفاته لكبده هادي كبده انا ما كان شويهاش انا اما كان نلفاها كخضره وسينو كان طيب شوية ذي الماء غادي نخلعها ونخرجها غادي باش نلفوها ما كتزكش سينو خلطوها هاكا خضره سواء غادي تخلطوها شوية في الماء طيب وخرجوها جيب نيناء بزاف حيث انا كان شوف مكتشويوها ونبا تلفوها اه وطولو طيبوها ثاني كتتشوي بحيك تقصح هاكا بلا ما تطيبوها اما هاكا خضره او لا كتتخلوها في الماء طيب وخرجوها جيب نيناء كما شتري اولاد بيضا بحيث كان عمر بالماء وكان اخوي كان عمر بالماء وكان اخوي حتى طبيعات كيفاش انا نقي الدوارة كان طيب الماء نخلو الماء طيب في الباسينة ونختصغي شوية هكا الدوارة ونبا تكرد بالموس تكرد بالموس حتى ما تقصيك جلده بيضا جلده حلانا نقول قصد الدوارة تولي بيضا كاملة كاملة ونزبادة سوف نقلوها ونقصها بجيال اخرى المهم نقصها بجو الجهة حتى تنقام جيدا ونقصها ونقصها بوك بوكة ونقصها تقلي تاجين دوارة ونقصها هذه الكبدة كارويات ونقصها 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 تنقصها في كبدة تقصها ونقصها ونقصها ومن ساوشريات هي نكسوها الترنشيات ونضيها في المطايب ونخلوها الشيوم بعد نحيدوها ونضيها في صفايا محيث هي تشرب الماء نخلوها في صفايا لكي ينزل هذا لقم بوكبوكا وهو ربطة القصبر وربطة مع الدنوس راس التوم وربعة البصلات هنا كانت تحميرات سكين جبيل البزار خرقه من الملح كبابة و كروية كان ليس كبابة و كروية في البوكبوكا ولكن يرطي واحد المادغ في البوكبوكا رائع بزاف وكان ثاني ليس كمون أنا لم أقوم بعمل كبابة و كروية أنا أجب خفار كبابة و كروية أجيب لنا خير غرفية صغيرة لا يقوم بعمل الحمص اللي سنقوم بقشرة ونقوم بغرفية الروز أنا لم أقوم بغرفية الروز و الحمص سنقوم بغرفية كل شيء التوابيل الحمص اللي سنقوم بغرفية و الروز ببداية نفصل الضوارة لحسب أشكوية الصغيرة و لماذا هذا الضوارة سوف نكتع مرققه و نضيفه بجلد و كما رأيكم تشوفون بديت نكتع في الضوارة بديت بالمسارن بديت بالرياء باللحم و بالدوارة اللي سيبقى لها و بدأ نعمر نخلط و نبدأ نعمر و سوف نكون كل شيء لنعمر البوكبوكا هذه الشحمة التي تبقى عليها بالملفوف لم أكن أضع لها لحم ولكن لحم جميع الشحمة أضع لها حمارة البزار وكمون وزيتون و لا ننسى نسبة كبيرة جيدة الملح سوف تطيبها فوق النار مهيلة لا خطرها من كل مرة تخلطها وإن ترى الشحمة حمارة وخصات حمارة جيدة ونحن نضيفها سوف تطيبها سوف تطيبها ونبدأ في البقلة الزج سوف أستعملها الكثير من المحاجب لا يمكن أن تطيب الحشوات للمحاجب لن نضيف الزيت هذه الشحمة سوف تطيبها لأن الشحمة تطيبها لأن الشحمة تطيبها سوف نضيفها الشحمة كما ترى سوف نقسمها في البقلة الزج والذي باقي في البلاستيك سوف نضيف البلاستيك سوف نضيف معي في فرنسا هذه البقبوكة التي عمرت وخيت والحشوة التي تطيبها في المرميتة البقبوكة نضيفها بالفوم بالخيط وليبرا هذا المرميتة لماذا لا نضيف البقبوكة بالكوردون أصدقنا سهلة وليبرا ورخيت بعض الأعداب فأنا فكرت لماذا نعمر لأننا نتعلم بلعب بالكوردون ثانية تجاج لماذا نتعلم بالكوردون ولماذا نضيف البقبوكة ولماذا نضيف أصدقنا سهلة بمثال الشرق يريدها لا يريدها بلعبها في الحقيقة فيها بمثال خدمة لا يبنينا جميع الليل أنا كل عام كنا لن MAC يتمسي لهم وسيؤمكننا وش rais الشغل لأخير والأخير لم أحضر فأناCanada لم أقرأب aquest작 كشير لقد كفت أتو ما هو niche هي ك الخ対 ub Journal كيف سوف نضيفها؟ في البداية سوف تخسر الدوارة كما سوف تخسرها في المصارن والكرشاة والرياب سوف نضيف الحم اللي يكون في الطرف الحولي و شوية شحمة اللي تكون فيها الكوائرات سوف نقطع كل شيء اللوحم الطول سوف نضيف الماء في الباسينة و في هذا الماء سوف نضيف ثلاثة دي المغيفات كبيرة للملح سوف نضيف حميرة و البزار سوف نضيف كمور سكين جميل ثم مطحون قسم المطحون ثلاثة دي المغيفات كبيرة لزيت زيتون ثلاثة دي المغيفات كبيرة لخل سوف نضيف كل شيء و نضيفه سوف نضيف الماء في البزار يومين سوف نضيفه و تبسه سوف نضيف المغيفات كبيرة سوف نضيفه و تبسه في السلك النشاب سوف نضيفه في الشمش حتى يبسه و يقساه و لا تنسوه كل ما يضيفه بميكا بعد ذلك سوف نضيفه في بعض الزاج و سوف نضيفه في ساكن بلاستيك أليمانتر سوف نضيفه في الطعام في العدس و الحمص و مع البدد يجبونه بثاف مع البدد و هو شغل ثاني لا تنسوه قبل ما تزيته هذا القدد في شيء أكل و لا تطيبه في شيء أكل سوف نضيفه كاملة في الماء لكي تحيط به كال الملح شاركت معكم الروتين دي العيد و أودوكم نخليكم و نقولكم على الفيديو ان شاء الله